اذا علمت ان الشكل البياني الذي امامك يعبر عن التغير الحادث في قيمة البي اتش اه في نصف خلية قطب الهيدروجين عند اتصاله بالفلز اكس سناء التكافؤ لتكوين خلية جيلفانية في اي مما يالي صحيح اوقف 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 ايه اللي انت تفهمته اللي انا مفهمته ان البي اتش بدأت تقل طب بص بقى والله العظيمة جماعة سؤال فوق الروعة عايز تحليل قطب الهيدروجين اتوصل مع فلز اكس في خليج الفانية فبدأ البي اتش بتاعته تقل معنى كلمة ان البي اتش بتقل ايه معنى اها ان تركيز اهانات اتش بتزيد استنى استنى يبقى انا احب اقولك ان الهيدروجين كان بيعمل كانود عشان يبدأ الاتش يحصل له عملية اكساده يدينا اتش موجب زائد اتنين الكترون طب عرفت دي منين يا مستر يلمه لما الاتش بيتاكسد بيديك ايونات اتش اكتر وكل ما ايونات اتش تزيد كل ما بيه اتش تقل احنا عارفينها فيه علاقة عكسية بين تركيز اتش وبي اتش شفت الرسمة شفت الفكرة تحت الحل كل اجا منين يبقى اكيد اتش كان بيحصل له اكساده عشان يتحول من جزيئات او من زرات الى ايونات اتش فتركيز ايونات اتش في المحلول يبدأ يزداد والبي اتش بتاعت المحلول تبدأ تقل وبالتالي يبقى اتش تقل هنا هو الانوم الفلز اكس كمله سناء التكافؤ يبقى ايونات اكس موجب اتنين بتكتسب الاثنين الالكترون يحصل لها حبيب قلبي عملية اختزال فيتحول لاكس زير بس كده انا عرفت كل حاجة تعال بقى ديقول ايه فاي من الاتش صحيح الفلز اكس قد يكون عنصر الحديد مستحيل فلز اكس ده عنصر يال الهيادروجين في المتسلسلة لانه لما توصل مع الهيادروجين كان الهيادروجين هو الانود طب التفاعل الحادث عند الانود هو اكس يتحول لاكس موجب اتنين زير اتنين الكترون قل له بس يا بطيخة عند الانود الهيادروجين هو اللي بيتأكسد لان قطب الهيادروجين القياسي هو الانود الفلز اكس قد يكون عنصر النحاس حصل لان عنصر النحاس لو توصل بالهيادروجين فعلا هيعمل ككاسب كمل التفاعل الحادث عند الكسد هو آيونات H يحصل لها اختزال يدينا H2 غلط لانده عملية اختزال وهنا قطب الهيدروجين ما كانش كسد كان أنوم وبالتالي يبقى الجملة الوحيدة اللي صح أن الفلز X قد يكون عنصر النحاس وبالتالي جماعة بصوا تاني فكرة السؤال سؤال والله العظيمة جماعة رائع بيجيب عندك حاجتين باب تالت وباب رابع مع بعض هو جاب لك رسم بياني بتعبر عن قيمة BH القطب الهيدروجين القياسي اللي حصلت لما توصل بعنصر مجهول فأنت فهمت أن PH عملت L يعني تركيز آيونات H بتزيد طب إمتى تركيز آيونات H بتزيد لما الهيدروجين يحصل له اكسد H2 يتحول لH موجب يبقى عمل يدي H زيادة كل ما H يزيد كل ما PH مالها تقل وبناء عليه يبقى H هو الانود هو اللي بيحصل له عملية اكسدة والفلز الآخر كان هو الكسد وده معناه أن الفلز X يليل الهيدروجين في المتسلسلة بسيت بعد كده على الاختيارات فلقيت أن الاختيار الوحيد اللي صح أن الفلز X فعلا قد يكون عنصر النحاس لأن لو هو النحاس النحاس يليل الهيدروجين في المتسلسلة وبالتالي إذا وصل الهيدروجين مع النحاس يعمل الهيدروجين كأرض بينما يعمل النحاس ككسد في خلية كهرو كيميائية أقطبها Y و X يمين كانت تفاعل كل الحادث في الخلية كده وإي سيلها لخلية تحليلية خد بالك بس يعني التفاعل ده عكس التلقائي طب أيوا بس لا بالراحة إقرأ تاني X بقى X موجة ب 2 يعني X يليل اللي حصل له أكس ده أنا بس أريد أن أفهمك حاجة Y موجة ب 2 بقى Y زيرو يعني ده اللي حصل له عملية اختزاء بس في ملاحظة المعادلة اللي قدامك دي لا تعبر عن التفاعل التلقائي واحد قال لي عرفت منين يا حبيبي إيه سيل بسلم 93 مية يعني دي كده خلية تحليلية يعني اللي حصل ده عكس التلقائي واحد يقول لي طب فين التلقائي هقول له أهو التلقائي يبقى Y زائد X موجة ب 2 يدينا برا Y موجة ب 2 زائد X زيرو ده بقى التفاعل التلقائي ما هو أنت لما تقول لي من اللي انت كتبه من قيمة إيه أنا فهمت أن دي العملية غير التلقائية يبقى هي العملية التلقائية يبقى أنا فهمت أن الاثنين دول لو توصلوا ببعض دي العملية التلقائية اللي بتحصل أهو عكستها ألبتها خليت لا Y هو اللي يحصل له أكس ده وايوانات X اللي يحصل لها اختزال وبالتالي يبقى Y ده أنشط من X يعني Y يسبق X في متسلسلة ده اللي أنا فهمته من المعادلة تخيل كل ده أنا فهمته من المعادلة وهو وهي مفتاح الحل كان فين أهي العملية دي غير تلقائية تاني عرفت منين؟ لأن جهد الخلية طلع بأشرة سلبة فإذا كانت العملية دي غير التلقائية يبقى التلقائية عكسها تعال بقى فأي من الآتي صحيح؟ جهد أكسدة X أكبر من جهد أكسدة Y كلام ده غلط Y هو اللي فوق يعني Y هو الأعلى في جهد الأكسدة همم هذه الخلية تمثل خلية جلفانية تلقائية غلط ده إيه سن طلع بالسالب X أقوى كعامل مختزل من إيه؟ Y أقوى كعامل مختزل من X دي صح ليه؟ لأن Y هو اللي فوق والعنصر اللي فوق بيحصل له أكسدة واللي يحصل له أكسدة يعمل كعامل مختزل دي جملة صحيحة X قد يكون خرسين وY قد يكون حديد غلط لأن لو ده خرسين وده حديد ماينفعش الحديد يبقى فوق الخرسين الجملة دي غلط شوف يا جماعة سؤال مبني على التحليل وفوق الرائع فوق الرائع ولذلك يا جماعة أنا بأكد النوع ده من الأسئلة هي دي بقى جماعة الأسئلة اللي فيها أفكار عليا لازم طالبنا المحترم يبقى فاهم اللعبة كويس جابلك معادلة استنتجت من المعادلة أن العملية دي عملية غير تلقائية يعني خليها خليها تحليه ليه؟ إيه سي اللي طالعها بإشارة سليم طب ما خلاص إذا كانت كده العملية غير التلقائية ليه بها يديك العملية التلقائية؟ فهمت يمن التلقائية إن الواي هو اللي بيحصل له عملية الأكسدة يعني الواي هو الأند يعني الواي هو الأكسر نشاطاً بينما أيونات إكس هي اللي بيحصل لها اختزال يعني هنا ده الكسد ففهمت إنه وي أنشط من إكس بصيت على الحاجات اللي عندي لقيت إن الجملة الوحيدة اللي صح إنه وي أقوى كعمل مقتزل ليه يا بابا؟ إنه وي إذا وصل بإكس فإنه وي يتأكسد واللي يحصل له أكسده يعمل كعمل مقتزل قاوي ده سؤال يا جماعة رائع جداً ولذلك أرجو من خاطرتك دايماً إنك تركز على الأسئلة البسيطة دي صدقني أو الأسئلة اللي فيها أفكار لأ مهمة قوي مهمة قوي قوي خد بالك بقى حقيبه بعد كده لأن السؤال اللي جاي ده ده سؤال ناري هاي لسوعك بجد أو الله لو أنت مش مركز ومش أخد بالك في تفاصيل السؤال ده للأسف فيه احتمال كبير جداً إن الناس تانية تقع مش إنت إنت مش هتقع بإذن الله لا إنت مش هتقع طلبنا بإذن الله يرفعوا رأسنا الواحد ما زال يعني بالرغم من وجود حاجات كده ومعوقات إلا إن أنا شايف إن في نهاية الطريق بإذن الله فيه نور شايف النور يا ابني؟ أنا والله شايف إن فيه نور بإذن الله وشايف إنك هتحقق حاجة كويسة ومتفائل بك بإذن الله كده تفائله بالخير تجدوه إن شاء الله يا جماعة تعالوا نبص مع بعض على السؤال شكله عامل إزاي ونفهمه حتة 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 جزئية الأولى في خلية كهرو كيميائية يعني الرجل ما قالش هي تحليلية ولا جلبانية مهم أكتبها إيه وبي؟ كان التفاعل الكل الحادث في الخلية هو إيه زائد بي توي دينا إيه مجاب 2 زائد بي وإيه سل بسلب 47 من 100 فولت أقف أحب أقولك يا مستر أول حاجة أنا أفهمتها إن التفاعل ده تفاعل غير تلقائي قلتوله عرفت منين؟ قال لي جهد الخلية طالع بإشارة سلبة قلتوله طب تعرفت جيبلي التلقائي هيكون عامل إزاي؟ قال لي طبعا اقلبها يبقى التفاعل اللي بيحصل بتلقائي يا جماعة في الخلية دي إن بي بيتفاعل مع إيه مجاب 2 قال لي بتاقي يا جماعة نواتج متفاعلات ومتفاعلات نواتج يدينا بره بي مجاب 2 وإيه زيرو أدي أول حتة فيهمتها سأنا بس ده أنا أكمل لك لسه يبقى العنصرين دول لو توصلوا ببعض البي هو اللي هيحصل له أكسدك يعني البي هو الأند بينما أيونات إيه مجاب 2 هي اللي هيحصل لها اختزال يعني ده هو الكسد حلو الكلام يعني كمان بي وإيه لو توصلوا مع بعض بي أند وإيه كسد يعني بي هو اللي فوق بيسبق في المتسلسلة وإيه هو اللي تحت يبقى هو كان مدينا العملية غير التلقائية الأبناء احنا تلقائي تعال بقى مستعينك بالجدول الذي أمامك فإن الأقطاب إيه وبي قد تكون وقت استنى الجزء الثاني من الحل من قيم الجهود دي هنرتب العناصر الثلاثة اللي قدامك دول دي كانت عناصر افتراضية تعال بقى هنروح لعناصر حقيقية إنا آي نيكل ورصاص وإيه ونحاس من الجهود دي احنا محتاجين نرتبهم طبعا حبيب قلبي دي جهود اختزال هتعرف ترتب على كده رتب عايز تقلبها الجهود أكسرة وترتب رتب براحتك مهم من أنك تبقى فاهم طبعا حباب قلب اللي عارفين عارفين أن أول حاجة فوق بيبقى ليها أكبر جهد أكسرة أو أقل جهد اختزال مانا فاهم بذلك المتسلسلة صح عناصر اللي فوق جهد أكسرة موجب وجهد اختزالها سالب يبقى حلو أول عنصر فوق النقال لأن ده أقل جهد اختزال بعد كده الرصاص بعد كده النحاس احنا الاثنين بالسلب وانت بالموجب انا أقل واحد انت بعد كده وانت أقبر واحد في جهد الاختزال يبقى انت آخر واحد تحت جميل بيقولك بقى فإن بي وإيه ممكن يكونوا إيه سواءنا جماعة احنا عايزين لما نوصل بي وإيه يكون بي هو الانود وإيه هو الكاسود يعني بص من قبل بص الاختيرات فيه ثلاث حاجات ينفعوا ان اي لو توصل مع البي بي يبقى ده بي وده ايه او ده بي وده ايه وينفع كمان ده بي وده ايه هم دول الثلاث احتمالات بس استنى بس هنشتغل مع بعض اول حال يقولك ايه قد يكون النيكل يعني الكاسود الكاسود معه انت عايز ايه كاسود وده انود سؤال الاول هل ينفع النيكل يكون كاسود مع اي واحد من دول غلط النيكل هو دائما انود لان اقول واحد فوق ايه قد يكون البي بي كامل بس معي حلو وبي قد يكون النيكل اه يبقى النيكل هو الانود والبي بي هو الكاسود صح استنى بس انا اوصل معك الاخر لان هنا اجيبلك النيكل هو الانود والرصاص هو الكاسود صح تحصل ايه قد يكون البي بي وبي قد يكون النحاس لا النحاس لو توصل مع الرصاص البي بي هو اللي هيكون انود مش هو اللي هيكون كاسود لأ دي ما تنفعش ايه قد يكون النحاس ايه قد يكون الكاسود تمام نحاس كاسود وبي قد يكون البي بي صح فهنا حبيب قلبي بص قال لي كده مستر فيك جابتين صح استنى حبيب قلبي هو دول بالنسبة لانود وكاسود صح بس انت عايز اي ام اف تطلع بكام عايز اي ام اف الخليه دي تبقى سبعة عربعين بمية فولت هنجيب كل اتنين ونترحهم في المثال الاولاني لو اخذنا النكل مع الرصاص النكل جهدي اختزاله بكام سلب خمسة وعشرين من مية والرصاص سلب تلاتاشر من مية لو طرحتهم من بعض مش هيطلع عندك مجب سبعة واربعين يبقى دي غلط يبقى يطلعت غلط ليه مش عشان هي غلط لا ده هي صح انود وكاسود بس اي ام اف وما يطلعش سبعة واربعين من مية بينما لو جبت الرصاص مع نحاس هتلينا بقى الرصاص شايف ده بكم يبقى هنا هتقوم قيل لما تيتجيب اي ام اف جهدي اختزال الكاسود ناقص الانود يبقى اربعة وثلاتين من مية ناقص سالب يعني زائد تل أعتاشر من مية طلعت سبعة واربعين من مية اه يبقى اللحاق كل حاجة حبيب قلبي انهي اختيار الاختيار رقم دان اولا اي قد يكون النحاس صح لان النحاس تحته الكاسوب اهو وبي بي ق Thous, صح لان الرصاص في الحالة دي هيكون قانود ومf اللي هو الفرق ما بينهم او القوة دفع الكهربية طلعت 47魔 ولت وبالتاليه يعبر عن كده جماعة هو الاختيار رقم دان شوفوا جماعة السؤال ده كان فيه كم فكرة أول حاجة نكتفها من دي غير تلقائية فتقلبها تلقائية تطلع من خلالها إن بي هو الأند وإيه هو الكسد يعني بي هو اللي فوق وإيه هو اللي تحت بعد كده تبص للطلع عناصر وتشوف مين اللي ينفع يكون بي ومين ينفع يكون إيه فطلع فيه اختارين ينفعوا به ودال بس هنا طلع به ما بيجيبش إيه إما إيه في 47 من 100 لكن دال هو اللي حققها وبالتالي فالاختيار الصحيح لهذا السؤال حبيب قلبي هو الاختيار رقم دال شكرا